نروح بقى لأرقام النادي الأهلي بكرة في المواجهة المرتقبة أمام أوكلاند سيتي أرقام الأهلي وأوكلاند سيتي المواجهات المباشرة النادي الأهلي التقى عام 2006 مع أوكلاند سيتي وقدر يفوز النادي الأهلي عدد المشاركات في كأس العالم الأندية الأهلي شارك سبع مرات وإن شاء الله بكرة دي المرة الثامنة وأوكلاند شارك تسع مرات وده تكون المرة العشرة في تاريخ أوكلاند عدد المباريات للأهلي في كأس العالم لندية 18 مباراة وأوكلند 15 مباراة الناد الأهلي المتفوق في عدد مبارياته في كأس العالم لندية أكثر المباريات في تاريخ انطلاق هذه البطولة أرقام المدربين بقى مدربنا كولر خاض مع الأهلي من بداية الموسم مع الناد الأهلي 19 مباراة فاز في 14 وتعادل في 5 مباريات ألبرت رييرا ده مدرب أوكلند خاض مع فريقه 37 مباراة ادري فوس في 32 مباراة وتعادل في ماتشين وخسار ماتشين إذن مدرب كويس وفريق محترم يعني الأرقام هي اللي بتقول كده إنجازات الفريق الأهلي في كأس العالم لندية 3 برونزيات في كأس العالم وأوكلند حق برونزية واحدة وكانت البرونزية أيضا في المغرب علشان كده يعني لازم نحترم بكرة إن شاء الله فريق أوكلند سيتي فريق محترم عندهم مدرب طموح مدرب شاب عملوا استعداد جيد جدا قبل انطلاق هذه البطولة نروح بقى للموضوع التالت لحب أتكلم فيه مع حضراتكم رسالتي لجماهير النادي الأهلي افخروا بناديكم وفريقكم والإدارة محدش قال إن مش حقك تنتقد لا خالص بس الانتقاد بيكون في سياقه ووقته الكل هيسمعكم كلامكم في الرؤوس طالما نقد بناء وبدون تجاوز الإدارة والفريق والمسؤولين دول أصلا من جماهير قبل ما يكونوا في مواقع المسؤولية انتقل انتقد انتقد وقول وجهة نظرك لكن دلوقتي في الوقت ده وعندنا مباراة بكرة مهمة الفريق والجهاز الفني والإدارة محتاجة الدعم بكرة إن شاء الله عندنا مباراة مهمة في حدث تاريخي الأمور مستقرة ما تقلقوش ما فيش حد في النادي الأهلي يهمه سوى مصلحة الأهلي ولازم تكونوا وثقين من كده الموضوع الرابع اللي عايزة روح أقوله حضراتكم ده انتشر من مباراة كان موجود على السوشيال ميديا مباراة بالليل لاختيارات وبدأت بعض التقارير مباراة تتكلم عن قيمة الأهلي في كأس العالم الأندية ورأيها في اللعيبة ومين مفروض يكون موجود ومين مفروض ما يكونش موجود ومين اللي خرج ومين اللي دخل كل مدرب بيشتغل في الأهلي بيكون ليه مطلق الحرية في اختيار اللي يشتغل معاه أو طريقة لعبه أو اللعبة كمان اللي بيختارها في الأهلي محدش بيدخل في اختصاصات المدير الفني لأن لو ادخلت وقلت حط ده وشيل ده طب هنحسب ازاي المدير الفني في النهاية اللي علينا احنا كجمهور هو الدعم انا واحد من الناس ولا عارف كولر اختار مين لمباراة بكرة او مين التشكيل هيكون موجود او مين القيمة او مين اللي خرج برا القيمة او مين اللي دخل جوه القيمة انا كواحد من مشجيع النادي الأهلي كل اللي همني هو دعم فريقي ده موقفي انا ما بفرضش على حد رأيي من حق الجماهير انها تقول رأيها لكن ما تدوش لحد فرصة يدخل ويبدأ يصدر المشاكل للفريق بعد ما اتكلمنا بشكل مستفيد عن فريق كورة ده اللي انا عايز اوصله واقوله لحضراتكم علشان احنا كجمهور النادي الأهلي مش عايزين نلتفت لبعض هذه الامور ودائما كل دعمنا وكل تركزنا مع فريقنا ودعواتنا ان شاء الله ليهم بالتوفيق غدا امام المواجهة المهمة والمرتقبة امام اوكلاند سيتي اشتركوا في القناة